أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة حل مشكلة بطء الانترنت أو حل مشكلة تقطيع الانترنت بشكل عام وكذلك الأمر رح نتعرف على طريقة فحص جودة الاتصال بالانترنت وهل يمكن حل المشكلة أو لا بس قبل ما نبلش الفيديو ياريت تدعمونا بالإعجاب لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عندكم أي سؤال عن مشاكل الانترنت تركوا لي بالتعليقات أسفل الفيديو إذن أصدقائي لحل مشكلة بطء الانترنت لازم بالبداية أفحص سرعة خط الانترنت وهل السرعة بتوصلني بالشكل الصحيح ولا لا وقبل ما أفحص السرعة لازم أفصل جميع الأجهزة المتصلة بالراوتر والتأكد من عدم اختراق الشبكة عندي طيب كيف يمكنني أفصل جميع هذه الأجهزة؟ الطريقة بسيطة جدا عن طريقة دخول إلى برمجة الراوتر ثم تغيير الباسورد نعم تغيير الباسورد الخاصة بالراوتر وبالتالي بتنفصل معي جميع الأجهزة المتصلة على الراوتر وبعد ما غيرت الباسورد الخاصة بالراوتر وفصلت جميع كابلات الشبكة إن وجدت على الراوتر كذلك الأمر بتأكد من عدم وجود برامج بالخلفية عب تسحب لي سرعة الانترنت نعم أصدقاء إذا كنت عم بيشتغل على لابتوب بدي أتأكد إنه ما في عندي برامج بالخلفية عب يسحبوا سرعة الانترنت لحتى أفحصها بالشكل الصحيح ولفحص سرعة الانترنت عندي بفتح جوجل وبكتب بقلبه تيست سبيد بيعطيني عدة نتائج بالبحث بأخذ أول نتيجة أو تاني نتيجة هدول الموقعين ممتازين لفحص سرعة الانترنت عندي وهلأ رح جرب أول نتيجة بحث باستنى الموقع ليفتح بالكامل وتظهر جميع الإعلانات مثل ما أنا شايفين لحتى يعطيني بحث دقيق وبضغط على عبارة Go وبعد ما انتهى من الفحص عطاني سرعة تقريبية لي هي 0.7 أنا الخط عندي هون 1 ميجا فقط تمام؟ الداونلود 0.7 أو 0.8 رح نقول والأبلود هو 0.40 أو 0.50 تقريبا تقريبا نتائج قريبة من السرعة اللي عاطيني إياها بمزود خدمة الانترنت طبعا كل ما كان خط الانترنت نظيف أكتر كل ما كانت سرعة قريبة للحقيقية أكتر إذن السرعة مقبولة عندي في عندي شوية بطء إذن رح شوف حلول أخرى لحل هالمشكلة هاي وشوف شوفي عندي طرق تانية لسرع خط الانترنت عندي الطريقة التانية للتأكد من سرعة الاتصال هي من داخل الراوتر وانه السرعة هي نفسها المقدمة من قبل مزود خدمة الانترنت وطبعا هذا الشي هلا رح نشوفه على الثلاث راوترات المعروفين الدي لينك والتي بي لينك والأزوس أول شي رح نحكي عن راوتر الدي لينك وطريقة الوصول لمعرفة سرعة الانترنت المقدمة إلي فوت على لوحة البرمجة الخاصة براوتر الدي لينك ومن ثم بنتقل لعند تبويه بستاتوس ومن ثم لعند بستات وبنتقل لتحت شوي وبلاحظ أنه في عندي هون شغلة اسمار ريت بالكيلو بايتس مثل ما أنا شايفين عندي 1024 يعني واحد ميجا سرعة عندي تمام خمسمية وتسعة الرفع إذن أنا اللي بهمني الداون إذن الداون ستريم هو واحد ميجا وهي فعلا السرعة المقدمة إلي من مزود خدمة الانترنت ممكن نلاقي هون السرعة غير اللي أنا مكتوبة عندي على العقد بسرعة الانترنت بالتالي أنا براجع مزود خدمية الانترنت وفي عندي عدة قيم تانية رح احكي عنها بموضوع التشويش على الخط ولكن رح انتقل لعند راوتر تاني وراوتر تالت بعدين برجع لموضوع التشويش على الخط بنتقل هلأ لعند راوتر التبلينك لطالع هاي القيم كذلك الأمر عن طريق الدخول إلى واجهة البرمجة وعن طريق الدخول إلى تبويه بستاتوس بنزل لتحت شوي كذلك الامر بهذا المكان رح يعطيني القيم الخاصة بسرعة البوابة المتصل بالانترنت عندي كذلك الامر موضوع الاس ان ار اللي هلأ رح اتكلم عليه بعد شوي بأول راوتر اللي هو الديلينك اللي هو متصل معي على الانترنت فعلياً بنتقل هلأ لعند راوتر الازوس وبنزل للآخير لعند شغلة اسمه System Log داخل System Log رح لاحظ انه في عندي عدة تبويبات من بيناتها DSL Log بقلب هدول القيام كله هاتهم تبع الاس ان ار وسرعة البوابة تمام بالداونلود والابلود للأسف هذا الراوتر ما لم يوجود هاي العبارة لانه هذا عبارة عن محاكي وليس راوتر حقيقي اذا هون بتجي DSL Log وهلأ يا شباب برجع لعند الراوتر اللي متصل معي على الانترنت بشكل حقيقي راوتر الديلينك عندي امرين مهمين كتير غير موضوع سرعة البوابة اللي هو الاس ان ار والاتيونتيشن تمام شو هنن هدول وشو القيم اللي لازم تكون فيها اولا الاتيونتيشن وهي بالعربي الضياع وتشير الى حجم الضياع في الاشارة وتنتج عن البعد عن المقسم وكلما زاد هذا الرقم كلما كان وضع الخط الهاتفي اسوأ بالنسبة للاتصال بالانترنت بطء وفصل وما الى اخره تمام ويقاس الاتيونتيشن بالدي بي تمام وفيما يلي القيم ودلالاتها القيمة من 20 تمام او اقل رائعة القيمة من 20 وحتى 30 ممتازة راح ارجع لعند الراوتر تبعي بلاحظ ان الاتيونتيشن عندي 29.4 يعني ممتازة تمام ورح اتقرب للسيئة شوي او للجيدة فينا نقول تمام اذا 29.4 جيدة فينا نعتبرها او ممتازة برجع لعند صفحة الورد اللي عندي عندي القيمة من 30 وحتى 40 جيدة جدا انا ما بعتبرها جيدة جدا صراحة هي لازم تكون بحالة الممتاز والقيمة من 40 وحتى 50 مقبولة القيمة 50 وما فوق هي سيئة جدا وهون منقول عن بعد المنزل عن مقسم الهاتف او مزود خدمة الانترنت اللي فيه البوابة الرئيسية تمام يا شباب وهلأ رح نذكر هذا الشيء كمان باتباعا بقلب الفيديو ورح نرجيكم من احد اسباب بطء الانترنت وتقطيع الانترنت هو موضوع بعد المنزل عن المقسم هلا الامر التاني رح نحكي عنه هو الاس ان ار وبالعربي نسبة الاشارة الى الضجيج او التشويش وكلما زاد هذا الرقم كلما كان وضع الخط الهاتفي افضل وتقاس الاس ان ار كمان بالدي بي وفيما يلي القيام ودلالاتها القيمة 10 او اقل هي سيئة اذا هون الرقم كلما طلع كلما كان افضل تمام القيمة من 11 وحتى 20 مقبولة القيمة من 20 وحتى 28 ممتازة هات لاشوف انا عندي الاس ان ار قديش عندي الاس ان ار 24 طبعا بالداون ستريم عم نحكي مو بالأب خلينا بالداون معلش اذا 24 هات لاشوف هال هي ممتازة اذا من القيمة من 20 وحتى 28 ممتازة اذا الخط عندي اموره ممتازة ان كان بالاتيونيديشن او ان كان بالاس ان ار القيمة من 29 وما فوق هي رائعة اذا هدول القيم يا شباب كتير مهمين حسب ما كتبت لكم بملف هالورد هات وطبعا رح اتركو بوصف الفيديو ورح اتركو هاي الدلالات كله ياتا بوصف الفيديو الحل التالت يا شباب من حلول مشاكل بطء الانترنت وتقطيع الانترنت التأكد من توصيلات الراوتر بالشكل الصحيح وتوصيل الفلتر بشكل صحيح اضافة الى التأكد من سلامة الكابلات داخل المنزل وعدم وجود صدق او شيء يعزل الاتصال بشكل جيد طبعا عم نحكي عن هدول الاتاشات الصغار اللي بيفوتوا بالراوتر او بالتليفون كما يمكن تجريب فصل جميع الهواتف في المنزل ووصل الراوتر لوحده على خط الهاتف اذا تفصل كل شيء فلاتر وصلات نقاصات وبتوصل الراوتر فقط على خط الهاتف اللي جايل عندك على البيت مباشرة الحل الرابع يا شباب التأكد من سلامة الكابلات الخارجية الواصلة من علبة الهاتف الرئيسية بأسفل البناء الى المنزل انه الكابل الواصل نوعيته ممتازة وجودته عالية جدا ويفضل ان يكون نحاسي وما فيه تقطيعات كتيره او متول وموصوله وما الى هنالك او مضى عليه زمن طويل ومعرض للعوامل الجوية بشكل كتير كبير مثل الشمس والرياح وما الى هنالك اذا جربت اول اربعة حلول وما مش الحال بامكانك تجرب الحل الخامس واللي هو تبديل الراوتر احيانا قد يكون قدم الراوتر وتهالكه مع الزمن له دور كتير كبير ببطء الانترنت لذلك لا بأس بتجريب راوتر اخر جديد لحل المشكلة قد تحل وقد لا تحل و لكن الافضل تجريب راوتر جديد سادسا واخيرا بعد المنزل عن مقسم الهاتف المزود لخدمة الانترنت واللي ذكرنا بموضوع الاس ان ار والضجيج والتشويش داخل الراوتر فكلما زادت المسافة عن 3 كيلومتر ازداد سوء الخط الهاتفي اضافة الى ان ضعف البنية التحتية في الاتصالات في المنطقة و كذلك الامر تجهيزاتها له دور كتير كبير بذلك ما لك الا انك تغير بيتك بقى وتقرب لناح المقسم وبنهاية الفيديو يا شباب بتمنى انكم تكونوا لقيتوا حلول لمشاكل بطء الانترنت وتقطيع الانترنت عندكم و اذا ما مشي الحال ما لك الا انك تقرب بيتك من ناح المقسم متل ما ذكرنا او تعتمد على خطوط الفور جي او الفايف جي شكرا لمتابعتكم اصدقائي و الى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية